انظفه. لما طلعت بقى جماعة انظفه كده يا شايفين? ده كله ها الحمام بتاع الطيور. اهو طلعت بقى انا اه. انظفه كده اهو. يا جماعة انظف مكان الفراخ ما بتنام. بجد بجد يعني انا اتصدمت من المنظر اللي شفته. او اتفاجئت. اي حاجة. لان المنظر ده انا ليا شهور ما شفتوش. كنت بشوفه هنا من على السطح. لكن ليا شهور كتيرة جدا يعني حوالي اربع او خمس شهور. ما شفتش المنظر ده على السطح الدرجة ان انا كنت نسيته. بحمد ربنا جدا 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 قبل ما اقول لكم اهو ده وببوس ايه دي وش وضهر على الحاجة دي. عايزكم يا جماعة نظروا بسرعة اتشتركوا في قناتنا ايوماتي في مزرعة اللي او مش مشتركين. واتفعلوا الجرس عشان صاركم كل جديد. واي حد عنده سأل يزيبوا تحت في الكومنتات وما تستطيعش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وكنوا اعمل لايك للفيديو ده عشان اكبر عدد من الناس شوفوه تستفيد لان الفيديو ده في كلام مهم جدا. وحاجات مهمة جدا. وما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك للفيديو عشان اكبر عدد من الناس شوفوه تستفيد لانا عدتها تاني ورده. ويلا بينا نشوف اه اللي انا لقيته لما نزلت انظف مكان جماعة للناس اللي لسه بيشوف كنات في يوماتي في مزرعة الاول مرة هاعرفكم بس كده على الطيور وكمان على السطح بتاع يوميات في مزرعتي. طبعا يا جماعة بسم الله يا ما شاء الله زي ما انتم ما شايفين كده انا عندي اه الرومي وكمان عندي اللي هي الفراخ البلدي هاي. والبط والوز كل الطيور زي ما انتم ما شايفين كده سايبة على السطح انا ما كنتش بحبسهم. انا ما كنتش بحبسهم بس برضو هنقول في الفيديو ده انا بقيت بحبسهم ولا ما بقيتش بحبسهم. طبعا يا جماعة زي ما انتم عارفين الرومي بيحب يبيت على اماكن مرتفعة. الرومي بيحب يبايت على اماكن مرتفعة. وانا طبعا زي ما انتم شايفين كده. السطح عندي مكشوف. فما ينفعش ان انا اخليه مسلا يبايت فوق العشش او كده. لان هو بيصحى بيصحى بدري جدا. ممكن يقع يطير تحت. ما اعرفش اجيبه. انا في الدور السابع. والدور الارض دي تحت خالص بعيد عني. فلو ما واعش مات. مش هالقالة ان حوالي طريق اه سياحي يعني طريق عربيات. وورايا غيطان وآآ ارياف كده وزرع وكده. وكمان آآ في كلاب وفي تعالب وغير ده وده في ناس بتعدي كده الصبح من الطريق. ممكن يعني لا ابسط الامور. والله العظيم. يعني اي حد حتى لو كده. مش هيلاقي مسلا دي كرومي او اي حاجة وبيسيبوها. اللي بيقع تحت ما بيرجعش. يعني العربيات على الطريق السياحي بتكون معدية وتغبطوا. يا اي حاجة. فهم يا جماعة كانوا بيناموا في المكان ده. حتى لو انتم هتلاحظوا عليه حمام كده. وارف كتير. داء داء المنور. الناس كتير جدا هتنزل تهجمني بتحت في الكومنتات وتقول لي ازاي بتنامهم في المنور? او ازاي بتخاليهم يناموا في المنور? طيب والسكان والعمارة والناس اللي بتحت والكلام دا كله. هقول لكم اعملوا لايك للفيديو وتعالوا نرجع. اقول لكم انا لا ببي بعياته. في انا ببيت الطيور يا جماعة في المنور او بسيبهم يباتوا في المنور اولا. هما كانوا بينزلوا يناموا على الفاص في الحتة دي. وكمان الرومي كان بيبقى بيت على الحيط. سواء الرومي او الفراخ البلدي. فكانوا بيبقى بيتين في مكان دافي وامن. حتى لو مش دافي امن من انه هما يطيروا يقعوا تحت. تمام? كنت حاطت الحاطة البلاستيك والحاجات دي كده. علشان اه? علشان في حديد ممكن هما يقعوا منه. او الفراخ البلدي عموما طقع من الحديد بتاع المنور. طيب نيجي لحيطة السكان. السكان ازاي طيقين الريحة? السكان ازاي قاعدين الاضاءة? جماعة المنور ده بتاع الشواء اللي مساكنة. سبحان الله. المنور ده كده بتاع الشواء اللي مساكنة. وزي ما انتم ما شايفين السطح البيت مساحته ضخمة. ما شاء الله كبيرة. ففي اه مناور وفي بلقانات كتيرة. في مناور وفي بلقانات كتيرة. فالمنور ده مستغنيين عنه. مش اكيد انا يا جماعة هيكون فينا الساكنة تحت. وهروح مباية الفراغ فاقوم في المنور. على العموم انا كنت عم ساور لكم فيديو من ياجي شهر. ساعة لقينا البط والفراغ بايدين في الحتة دي. وساعتها انتم قاعدت تقوليني المنور والناس والكلام ده. وبرضو كانت جو برضا فبطلت ان انا اه اعمل لهم اه? اوقفهم. فسبت اه لما المنور نشف خالص كده وجف شايفين? اهو? علشان اقدر ان انا انضفه. لما طلعت بقى يا جماعة انضفه كده يا شايفين? ده كله ها الحمام بتاع الطيور. اهو? طلعت بقى انا اه? انضفه كده اهو? شايفين? اهو? ما انا بقى مش هينفع اه? انضفه وطري شايفين ده اه? بحبسهم انا في العشش. لي يا جسار عشان البرد. فده اه? بقى ناشف بقى اهو? شايفين? الحمام بتاع الطيور بقى ناشف اهو? شايفين بيدخلع ازاي? لكن وهو طري طبعا اه? ما كنتش هعرف انضف. فانا بقى نازل انضف يا جماعة لقيت المفاجأة دي. تعالوا يا جماعة نازل لسه هنضف كده. ويبقى الضير بقى كده اه? عشان انضف بقى البلانيج ده كلها كده. اهو? شايفين بقى يا جماعة بسم الله ما شاء الله اليد اه? بس اه? بنتهز كده الفرصة. وحش اه? اللي هو الفضلات بتاعة الطيور كلها. وانا اه تشايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله اليد اه? ناس كتيرة جدا باعة تقعد تقولي ده كله عشان دي. وهما لسه ما شافوش اهي يا دي. بس حابب اقول لكم ان دي دي خير كبير جدا من عند ربنا. اللي قدامكم دي والله العظيم والله العظيم والله العظيم عندي تساوي ملقرون. اهي يا دي انا بس مش عايز امسكها عشان فرحمة يا جدا بيضة حمام يا جماعة. الناس اللي امتبع يا مزرعته من زمان عارفة ان الحمام كان بيا جي يبيض عندي على السطح هنا في الزبالة وفي كل مكان لان طبعا انا اه السطح عندي كبير وكمان مرتفع وكمان ماشاء الله اللهم صل على النبي عليا تيور كتيرة فيانا بیلقح اه اكل الطيور وكده فالا فالحمام بيجي ينزل ياقل مع الطيور وكده فالحمام كان بيجي يبيض عندي على السطح. ليا كتير جدا يا ما كانش بيبيض وقعد ان هو يبيض في الزبالة وكده. والبط والفراق كانوا بيقلوا البيض بتاعه. بالنسبة يا جماعة للناس اللي تسأل الفراق بتاكل بيض الحمام? ايوة يا جماعة الفراق بتاكل بيض الحمام. بس ما بتاكلش بيضة. يعني ممكن فراق تاكل بيض الحمام وما تاكلش بيضة. هم بيستضعفوا البيض بتاع الحمام عشان حجمه صغير وكده وبيروحوا واكلينه. فكانوا يا جماعة الحمام يبيض على السطح وهم يروحوا واكل. انه طبعا يا جماعة قسمت لكم بالله. انتم متى تخيلوا فرحتي عاملة ازاي بالحمام ان الحمام رجع يبيت تاني على السطح ده خير ورزق من عند ربنا. والله العظيم والله العظيم والله العظيم. انا عيني دمعت لما نزلت كده ولقيت الحمام بايد. لا بقى اقسم بالله. انا قطفت من على السطح من الزبالة الحتة اللي هناك دي كام شهر اللي فات دول. اكتر من خمستاشر جوز. يعني تلاتين فردة حمامة. يدعو لي يا جماعة ربنا يكرمني ويرزقني وهنضف بقى ده كله وطبعا اللي خليها هم رجوع يبدو تاني ان انا بقيت بحبس الفراخ والطيور بحبس الطيور كلها عامة في العشة اللي هناك دي. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهار ده وان شاء الله ان شاء الله بكرة لما صور فيديو هبقى وريكم ان انا نضفت المنور ووديت وغير اي حد عن تسأل او اي حد عايز اي حاجة يكتب لي تحت في الكمنتات وان شاء الله لما الحمام اتبيض البيضة التانية وترقد عليها وكده هبقى صور لكم بالنسبة يا جماعة الناس اللي بتقول لي صور لنا الحمام وهو رائد على البيض والله العظيم يا جماعة انا ما بعرفش لان بمجرد ما بيسمع رجلي على الارض بيروح آآ طاير بسرعة عم تأكدو سرعة نيستعطي